السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم مايكروسوفت لانشر تطبيق متعدد لمهام موسيقى قبل الخوض في هذا الموضوع لا تنسوا أحبائي دعم قناتكم المتواضعة قناة فضاء التقنية باشتراكاتكم ضمانا لاستمراريتها وتشجيعا لها كما أهيب بكم دعمها بمختلف طرق التفاعل والدعم الأخرى في الحقيقة هذا اللانشر ليس مجرد لانشر فهو لانشر يعني منصة لاستخدام تطبيقات هو فضاء قابل لتشخيص لاستقبال الأخبار والأنباء هو قارئ الكود كير والكود بار للمنتجات وذلك للتعرف إليها على أين مهمه كثير وكثير جدا سوف أحاول في هذا الشرح المبسط المتواضع أن أحيط ببعضها وما يزيده جمالا في الحقيقة أنه قابل لتشخيص في كل هذا أدخل إلى إعدادات هذا التطبيق مع الأسف هو لا يدعم العربية ولكن يدعم لغات كثيرة وقد يدعمها لاحقا بحول الله أضغط عليه في الأعلى أيقونة تغيير خلفيات الشاشة وهذه ميزة رائعة لن أدخل في تفاصيل إعدادات كلها فلكم أن تختاروا ما بين مجموعة من الخلفيات الثابتة والمتحركة إعدادات سأعود إليها بعد قليل مساعدة لفهم التعامل مع التطبيق ثم زر يحولنا إلى إعدادات النظام في الأسفل معلومات الحساب لأن التطبيق يشترط حساب مايكروسوفت للتمتع بكل وظائفه وإلا يمكنكم استغلاله دون حساب يمكنكم أيضا حفظ نسخة من إعدادات التطبيق هو أيضا استرجاع هذه النسخة تشخيص تطبيق الفلو سنعود إليه لاحقا يعني مكان لاستقبال مجموعة من المستجدات إن صح التعبير الحركات التي تحددونها للتعامل مع التطبيق كل يحدد ما يناسبه من حركات أعلى أسفل أسبوع أسبوعين يمين يسار إلى غير ذلك ضغطة طويلة البحث البحث أيضا أنا أمر عن العنوية الكبيرة وإلا فكل عنوان البحث مثلا لكم أن تشخصوا البحث لكم أن تقوموا بحذف سجل البحث إلى غير ذلك إعدادات عامة إلى غير ذلك معلومات عن التطبيق لنحاول أن نلقي نظرة سويا على بعض معالم هذا التطبيق تشخيص تطبيق لكم أن تشخصوا الأيقونات وطريقة عرضها إما أفوقية أو عامودية لكم أن تختاروا ما بين مجموعة من الثيمات لكم أن تخفوا تطبيقات الملفات إذن هنا مجموعة مجموعة من إعدادات الغانية في الحقيقة المغرية باستعمال التطبيق التطبيقات المفتوحة حادثا إعدادات المهام أمر سريعا أقول أعيدكم بأن هذا التطبيق يحتوي على إعدادات جد غنية ملامسة لأغلب اهتماماتكم بالنسبة لمن أضاف خاصية الأنباء له أن يختار اهتمامه ومصدر اهتمامه موفمو حركات هنا روعة التطبيق لاحظوا معي التطبيق التطبيق يتكون من ستاسيون داكي عبارة عن محطة استقبال إنصح التعبير فيها مجموعة من التطبيقات المحددة ولكن فوقها بسحب بطريقة معينة أنتم من يتحكموا فيها تصلون إلى مجموعة من التطبيقات كما سأطبق بعد فراغي من الشرح لاحظوا معي السحب نحو الأسفل للبحث السحب نحو الأعلى بأصبعين الولوج إلى صفحة الإبحار السحب بأصبعين نحو الأعلى الدخول إلى إعدادات إلى غير ذلك من الحركات القابلة للتشخص إعدادات عامة اختيار اللغة نام الآن تضاف العربية وأعتقد ذلك إن شاء الله استعمال نامط 24 ساعة من حيث توقيت حالة رغبتك في إعادة تشغيل اللانش الآن أحاول أن أقوم معكم ببعض التطبيقات إذن في الأعلى لنا حقل للبحث حقل للبحث خاص بالأنشر ما يمكنك هذا الحقل من البحث في التطبيقات نفسها مثلا لاحظوا معي سوف أكتب واتساب وإن كان في الحقيقة جاء واتساب ضمن التطبيقات الحديثة الفتح إذن أقوم بفتح تطبيق آخر غير موجود هنا في اللائحة لاحظوا بمجرد أن كتبت الحرفين الأولين جاء جاء متصفح Edge بالضغط عليه أجد نفسي في متصفح Edge في الجانب الأيمن الحقلي البحث هناك أيقونتان الأيقون الأولى من اليمين اليسار بالضغط عليها نجد البحث الصوتي أما الأيقونة الثانية فإنها تتيح لنا وظيفة أخرى من وظائف التطبيق إنها وظيفة قراءة نوعين من الأكواد الكود كيير والكود بار سوف أقوم بتجربة منتج فيه الكود بار لاحظوا معي هذا منتج يشاهد الإخوة المبصيرون اسمه الإخوة مستعملة قرية الشاشة سوف يعرفونه بعد قليل سوف أقوم بقراءة الكود بار فالتطبيق قادر على قراءة الكود بار والكود كيير يحاول الآن القراءة مباشرة يفتح تفح النت لاحظوا يعطيك المعلومات عن المنتج هو منتج عبارة عن كريم مرطب أعطاني اسمه وبالضغط على هذا الرابط وهو ما لا يهمنا الآن أستطيع أن أتعرف إلى كافة مواصفاته نفس الشيء بالنسبة للنوع الآخر من الأكواد اللي هو الكود كيير الحديث يطول حول التطبيق يمكنكم تشخيص مثلا هذه المسألة بحيث أن المعلومة معلومة الكود كيير أو الكود بار تنسخ في البريس بابي للنظام لن أخذ من وقتكم الغالي أكثر من هذا أكتفي بهذا القدر أؤكد لكم أنكم باستعمال التطبيق سوف تكتشفون أكثر مما صرته عليكم في هذه الدقائق إلى أن ألقاكم في مرة قابلة بحول الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته